السلام عليكم اخواتي مرحبا بكم في القناة اتمنى تكونوا بخير وعلى خير و بصحة جيدة اليوم شاء الله ندر معكم مخمار او لبطبوط مخمار بالحليب كي يزوي مزاف ورطب وسهل التحضير نحتاج الدقيق الأبيض والفينو ورقيق من السميدة الفينو هو الدقيق محصل نحتاج الملحة سنضيف السميدة سنضيف السميدة نحتاج الى الخميرة و الماء يكون بارد و السميدة و السميدة نخمر الخميرة مع الحليب بالنسبة للخميرة نضيف الملحة في دقيق تحصل دائما نضيف الصدق و التقديق نخلط الخليط و نضيف الخليط نضيف الخليط و نضيف الخليط حتى نضيف الخليط ول و نضيفنا مع لكن و نرحب الملح نضيف الخليط و قلت نكفه با видно عن طريق مبيز level نضيف العجينة نضيف العجينة نتلقى نضيف العجينة نضيف العجينة وضع الزيت وضع الزيت دخل بفلاجينه كما تتلقوا ثم تدخل بفلاجين يعني أنه تبرد ملسا لجمع ضربوا بالعجينة لا تبقى العجينة تجبط نجمع ندهن بالزيت و ارتاح اضع الحجم اضع الحجم اضع الحجم لا تضع المزيد لنقش تلصق بالصف نحاول أن نصرحها نقطعها كويرات نضيف الزيت زيت المائدة نضيف الحجم الخبيزات نضيف الحجم الخبيزات الزيت حتى نضيف حجم ونضيف الحجم الخبيزات لنقش تلصق بالصف لكن الأنضاف نضيف الحجم الخبيزة الزيت يجعل الخبز يرتاح يجعلون الزيت يرتاح يجعلون الزيت سهل يجعلون المقلة تكون سخونة اضرب تكون مقلة ونضع الزيت خبز ملتحت ونضع خبز ملتحت ونقلبه خبز ملتحت خبز ملتحت نكمل جميع الوحادات كاملة نفس الطريقة لا تقلبها او لا تقلبها حمر لا تقلبها حسب الوحادات اشتركوا مرقاق لا تغلطهم اذا كانوا غلاظ حاولوا ان تضربهم موضوعه او ملتقى كذلك سأبتها أيها قد تشكل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى موسيقى موسى كم بعمل خفيف موسيقى Ris впер PM موسيقى ح Wi-Fi اشتركوا في القناة اشتركوا فيها وتباطجوا الفيديو مع الاصدقاء دلكم او الاخوات مع السلامة مع وصفة جديد ان شاء الله وصحاب الرحمن اشتركوا في القناة